غرات جوية لا تتوقف وطيران يغير على أهداف مدنية وقصف يحيل المباني السكنية إلى قبور لساكنها خلال ثوان عبر الجو يمارس الاحتلال سياسة الأرض المحروقة ضد سكان غزة لكنه يرفع وطيرة التصعيد الآن ويهدد باجتياح القطاع برا وهو ما تترجمه تحركاته العسكرية وتحشيد قواته عند غلاف القطاع تمهيدا لاجتياحه بيد أن هذا التصعيد غير المسبوق رافقته تصريحات صادرة من قيادات عسكرية إسرائيلية تحذر من أن يتحول الاجتياح إلى فخ استراتيجي لإسرائيل سيفضي إلى تهديد وجودها بالكامل فبحسب مصادر صحفية في تل أبيب فإن هجوم السابع من تشرين الأول عر أسطورة الجيش الإسرائيلي القوي وكشف ضعفه كما أنه في حقيقة الأمر غير مؤهل لاقتحام غزة وسيتكبد خسائر فادحة إذا ما أقدم على مثل هذه الخطوة إسرائيل النازفة كما تصفها المصادر تحول جيشها إلى مجرد شرطة لحماية المستوطنين بينما تحوز المقاومة الفلسطينية على آلاف المقاتلين الذين يمتازون بدافعية دينية ووطنية وفي حال حدث الاجتياح البري تؤكد المصادر أنه سيكون من الصعب على سلطات الاحتلال تحديد موعد إنهاء العملية والانسحاب لكن ما سيثير المخاوف أكثر هو أن تل أبيب ستتفاجأ بعد ذلك بتفجر مواجهات في الضفة الغربية وجبهات أخرى وفي ذات الاتجاه يذهب مركز أتلانتيك كانسل الأمريكي لأبحاث في تحليله إذ يؤكد أن أي اجتياح إسرائيلي بري لغزة سيؤدي إلى نتائج كارثية لا تختلف عن الخسائر التي شهدتها أمريكا أثناء احتلال العراق وختم المركز تقريره بالتأكيد على أن أكثر ما تخشاه إسرائيل التي تعيش بالفعل حالة من الصدمة والرعب هو توسع رقعة الحرب وتحولها إلى حرب إقليمية متعددة الجبهات حرب قد تفشل مخططات الكيان في إكمال صفقات التطبيع التي يسعى إليها منذ عقود طويلة في سبيل الاعتراف به